نضع اللمون على الشابة نضع اللمون على الشابة يفضل تكون المبشرة ضيئة نضع المبشرة ضيئة نضع المبشرة ضيئة نضع المبشرة نضع نصف اللمونة نضع نصف اللمونة نضع الشابة نضع المبشرة من العطار معلقة الشابة النشا معلقة اللبن المجفف معلقة تفتيحة معلقة المبشرة معلقة اللبن المجفف التجذب من الجسم. ويجعل الطبيض فضيع. حنضيف عليها معلقة من جل الالوفيرا او جل الصبار. ده بتجيبيه جاهز او بتجيبيه اه انت بتجيبيه الزرع وبتطلعيها منه. حفضع بعد كده اخلط وبحس ان انا ادوب المكونات كلها مع بعض. هتبقى معايا زي ما انت شايفة كده. هتبقى معايا هنا زيت جوز الهند او زيت اللوز الحلو. ليه بقى عشان بيدي يعني بيخلي الجلد طاري كده وملمسه ناعي. لو عندك زيت الزيتون برضو بينفع معايا في الوصفة دي. هبدأ بقى استخدم الوصفة على اي مكان في اسمرار في الجسم سواء الرقبة او الكوع او الركب البشرة منطقة ما بين الفاخدين طحفة. طحفة يا بنات جربيها وهتشوفي. هاخد بقى معايا هنا الفرشة بتاعتي ويفضل انها تكون نعمة عشان لو هستخدمها باندو دو على الاماكن اللي هي بتكون نعمة في الجسم زي البشرة كده. هبدأ ادهم بها جسمي بالمكان اللي انا عايزة اديله درجة التفتيح بالفرشة بالشكل ده. هسيبه بقى على المكان مايقلش عن عشرة دا او ربع ساعة. مش هاخسره بالمية على طول. هبدأ افرق كده بحركة دائرية. بالشكل ده. عشان لو فيه اي جلد او فيه اي اتساخ في البشرة بيطلع معاك بيخلي البشرة طحفة. النتيجة زي ما انتم شايفين رهيبة جدا جدا. تفتيح نعومة الجسم بجد رهيبة جدا. هتشوفي النتيجة مش هتصدق. انا عايزكم تجربوها. متنسوش بقى تحطوني لايك وقلولي بيتتابعوني من اي دولة. اكتبوني في الكومنتات. تنسروني في فيديو جديد ان شاء الله.